ألفت العديد من الروايات ذات الطابع التشويقي وأيضاً التاريخي تعد واحداً من أكثر الكتاب مبيعاً في الولايات المتحدة وفق تصنيف صحيفة نيويورك تايمز استطاعت أن تنشر أول رواية لها بعد محاولات امتدت إلى ست سنوات نستضيف الكاتبة الأمريكية توسكالي أهلاً بك سيدة توسكالي هناك مصادفة مثيرة للإهتمام أنت ألفت رواية من جزئين عام 2019 وهي تتحدث عن وباء ينتشر في أنحاء العالم أي قبل فترة وجيزة جداً من انتشار فيروس كورونا كيف حصلت هذه المصادفة وكيف فكرت في كتابتي كتاب عن وباء قرأت مقالة عن ذوبان الطبقة الجليدية وعن مختلف الأمراض التي تظهر نتيجة هذا الذوبان وألهمني ذلك لكتابة قصة عن مرض يخرج من هذه الطبقة ويتحول إلى جائحة وكلما درست الأوبئة تبين لي أن العلماء طالما قالوا إن الأمر لا يتعلق باحتمال وقوع جائحة أخرى بل بمتى ستقع صادف أنني كتبت هذا الكتاب عام 2018 ونشر عام 2019 وبعد أربعة أشهر من صدور الجزء الثاني من الكتاب ظهرت الجائحة أنت تربيت في عائلة متنوعة ثقافياً الوالد من كوريا الجنوبية أما الوالدة فهي أمريكية من أصل أوروبي هذه الثقافة المتنوعة داخل المنزل إلى أي مدى أثرت ثقافتك وأثرت شخصيتك ونحكست على كتاباتك أنحذر من والدين مختلفين العرق وكانت لي عائلة في كل من الولايات المتحدة وكوريا بالتالي نشأت لثقافتين مختلفتين لكن في الوقت عينه كنت أشعر وكأنني غريبة في بعض الأحيان سواء كنت في منزلي في الولايات المتحدة أو حين كنت أزور عائلتي في كوريا أعتقد أن ذلك جعلني أكثر تعاطفاً مع الآخرين ومهتمة أكثر بالتعلم عن ثقافات الآخرين مما أثر في طريقة كتابتي منذ صغري عندما كنت أقرأ عن سيرتك لاحظت بأنك نشرت أول كتاب لك بعد ست سنوات من المحاولة حدثين عن هذا الأمر قد يكون فيه إلهام لكثير من الكتاب الشباب الذين يحاولون الدخول لمجال الكتابة ورفضت أعمالهم حدثين أكثر عن هذا الموضوع أخبرهم بعدم الاستسلام أبداً وبأنه في حال كان هذا أمراً يريدون فعله فعليهم الاستمرار بالكتابة ومواصلة المحاولة ويوماً ما قد يقتنع أحدهم بكتاباتهم ويتحقق حلمهم بأن تنشر أعمالهم قد يستغرق الأمر وقتاً أطول من المتوقع نريد أن نعرف أكثر حول هذا الموضوع عندما تم رفض عملك أكثر من مرة هل هذا الأمر أصابك في الإحباط؟ هل هذا الأمر دفعك للتنقيب أكثر في عملك عن أسباب التي قادت هذا العمل إلى الرفض حاولت أن تعرف من النشر ما السبب الذي جعله يتوانى عن نشر هذا الكتاب؟ قمت بمثل هذا الأمر بالطبع كل مرة رفضوا كتابي كنت أراجع نفسي وأعيد كتابته حتى وظفت محرراً ليساعدني على قراءة الكتاب مجدداً لمعرفة ما الخطأ الذي يشوبه أين كانت الوتيرة بطيئة ومتى احتاج إلى المزيد من التفاصيل وسمح لي ذلك بالتعلم كثيراً بشأن عملية الكتابة أنت كتبت العديد من الأعمال حول قضايا تتعلق قضايا تاريخية أو قضايا أيضاً تشويقية ما الذي جعلك تتجهين بهذا الاتجاه التشويق؟ قال هذا جزء من شخصيتك؟ هل تجدين على سبيل المثال أن السوق يتطلب مثل هذا الأمر؟ السوق تطالب بذلك وأعتقد أن القراءة يريدون أن ينجذبوا إلى الكتب وقصص التشويق لديها حيز خاص لا سيما وأن وطيرتها سريعة لكن كشخص يحب الكتب وكان يحب إمضاء الليل برمته يقرأ كتباً أود أن تنعكس تجربتي هذه على القراء وأوفر لهم كتاباً لن يتمكنوا من التوقف عن قراءته وسيسهرون الليالي لإنهائه هذا هو التحدي الشخصي وأريد أن أوفر لهم كتاباً لن يرغبوا في إغلاقه نحن اليوم بمرحلة التعافي من فيروس كورونا أنت اليوم بنت حرة للسفر حول العالم واليوم أنت في الإمارات هذا الأمر إلى أي مدى يساعد في إلهامك في وضع قصص مستقبلية أو ممكن على العكس مثلاً خلال فترة كورونا كانت بالنسبة لك فترة عزلة وفيها إلهام أكثر خلال فترة الإغلاق لم أكتب كثيراً لأن كل أطفال كانوا في المنزل وكنت في طور تجديد منزلي وتوقف كل شيء خلال هذه الفترة وخلال فترتين الإغلاق والجائحة ولسيما في البداية أمضيت وقتي أقرأ للمعجبين على الإنترنت والآن مع تغير الأمور وإمكانية الخروج من المنزل أشعر كأنني عدت على قيد الحياة بدأت أكتب مجدداً وأقابل الناس وأشعر بأن الأمور أصبحت إلى حد ما طبيعية وكأن إبداعي قد عاد شكراً جزيلاً لك سيدة أسكالي